أهلا بكم نتابع الحر الليلة إذا يواصل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبدالله أبو حبيب زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث اجتمع بالسيناتور الجمهوري لينسي جرام العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المخصصات في مجلس الشيوخ والسيناتور الجمهوري توديونغ العضو في اللجنة الفرعية حول الشرق الأدنى ومكافحة الإرهاب في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وحصل الوزير بو حبيب على وعد بتسريع وتحريك ملف حزمة الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن التي ما زالت قيد البحث في مجلس النواب الأمريكي فما مضمون المباحثات التي أجرها الوفد الرسمي اللبناني في واشنطن حول هذا التساؤل وغيرها من الأسئلة إذن مشاهدينا نرحب بضيفنا وزير الخارجية اللبناني السيد الدكتور عبدالله بو حبيب أهلا ومرحبا بك دكتور إذن كان هناك ترحيب أمريكي في نتائج الانتخابات اللبنانية أثناء هذه الجولة وهذه الزيارة التي تقومون بها ما الذي لم يسموه من واشنطن حول هذا الشأن فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في لبنان اجتمعت أيضا بإضافة إلى الشيخين اجتمعت مع الموزفين بوزارة الخارجية وبيت الأبيض وكان فيه ترحيب قوي بنتاج الانتخابات وبإجراء الانتخابات لأن كان دائما فيه شك أن الانتخابات ستجري بالوقت المحدد وبنزاهة الانتخابات وشفافيتها والأول يمكن هذه الانتخابات كانت شفافة أكثر من أي وقت آخر من الانتخابات اللبنانية كيف تم النظر إلى نتائج هذه الانتخابات وما أفرزته من تغيير في تموضع القوى طبعا هناك مجلس نواب غير عادي ليس هناك أكثرية ظاهرة لكن اليوم في هذه الأيام ابتدأ هذا المجلس من 22 يعني ثلاثة أيام اليوم ابتدأوا يعملوا تكتلات من أجل أن يكون فيه أكثرية قد ينجحوا أو لا ينجحوا لكن هذه عن نواب نفسهم أن يقرروا لكن كان فيه اهتمام بهذه النتيجة في الولايات المتحدة اهتمام مقاوي لأنه في هناك خوف أنه لن يكون هناك أكثرية ولن يكون هناك أيضا حكومة في المستقبل وقد لا يكون هناك أيضا انتخاب رئيس جديد في الخريفة القادمة نعم دكتور أبو حبيب فيما يتعلق بملفات العقوبات التي كانت مفروضة على لبنان هل لمستم موقفا جديدا بناء على هذه التطورات التي أفرزتها هذه الانتخابات لا لم أرى أي مشكلة جديدة لابل هناك بقضية الكهرباء لم يكن هناك تسهيلا بعد بقضية شراء الغاز من مصر فهناك صعوبات أيضا بذلك لكن لم أرى أي تساهلات بهذا الشعب ولكن فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان أيضا هل من دراسة حول تقديم دعم معين اقتصادي للبنان اليوم صار في اتفاق بلبنان مع صندوق النقد الدولي اتفاق بحاجة لأبرامو المجلس النواب اللبناني ومن ثم مجلس إدارة الصندوق النقد هذا لم يتم بعد لأن تم الاتفاق بأي شهر قبل الانتخابات والنواب لم يكنوا مستعدين لإقراره أو عدم إقراره قبل الانتخابات لكن اليوم عندما ينتقبون رئيس مجلس وهيئة المجلس سيكون هناك بحث بأضية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نعم ومن خلال هذه اللقاءات التي أجريتموها هل يوجد موقف من قبل الولايات المتحدة لدعم لبنان من الناحية الاقتصادية؟ طبعا كل الدول الدول المانحة هي مستعدة لدعم لبنان كما تقول لنا بعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وليس قبل لكن هناك نوع من الدجاجة أما البيضة تجي قبل لأن الدولة أو الحكومة جاءة حتى تقدر تطلع وتوافق على كل هذه الإجراءات وتمشي بإجراءات بحاجة لأموال غير موجودة في البنان ولكن الأموال لن تأتي إلا من بعد ما يتم الاتفاق الكامل مع الصندوق وغير الصندوق نعم ولكن فيما يتعلق في نفس الإطار ولكن فيما يتعلق بجزئية الجيش والدعم الذي كانت أو حزمة الدعم التي تم الحديث عنها وتباحثتموها من خلال هذه الزيارة إلى أين توصلتم فيما يتعلق بحزمة الدعم للجيش اللبناني؟ الإدارة طبعا هي الهيئة طرحت هذا الدعم لكن هناك بعض الصعوبات في مجلس النواب حكينا مع المجلس النواب اليوم في إجازة حكينا مع الشيوخ من الجهتين وبكرة فعندي اجتماعات كمان مع بقين مع الجمهوريين واللمقراطيين وعدونا أن يحكوا مع مجلس النواب من أجل أنه تمشي هذا الدعم نعم هذا فيما يتعلق بالدعم والاقتصادي للبنان ما الذي تبحثتموه فيما يتعلق بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وهذا الملف الشائك لا هذا الدعم كان اللي تكلمت عنه كان دعم للجيش اللبناني لأن المهم أن الجيش اللبناني هو العمود الفقري للبنان المهم دعمه بقضية الترسيم الحدود اطلبنا أن الولايات المتحدة يتعجل شوي بشغلة من أجل أنه نتوصل لاتفاق على الحدود بيننا وبيننا إسرائيل لأنه هناك بطء بطء قوي لغاية هذا من هذا النحي وما الذي لمسه من الجانب الأمريكي هل يدعم هذه الخطوة نعم والذي لمسناه من وزارة الخارجية أنها ستعمل لتسريع العمل في هذا الشأن نعم بأي شكل بشكل أنه يصير المفاوضات لتسريع المفاوضات ما ننزل كل مرة أشهر طويلة من أجل أنه نسمع الرأي الآخر بهمنا أنه يأخذوا رأينا ويعطوا رأينا هذا الوسيط الذي يتكلم الوسيط الذي يعمل رحلات مكوكية من أجل تصبيت الأمور نعم هل لمستم بالفعل استماع لوجهة نظركم في هذه القضية؟ ما سمعت ما كانت السماع من يحا هل شعرتم وكأن هناك بالفعل إنصات لوجهة النظر اللبنانية في قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل؟ لا فيه اتفاق لبناني لترسيم الحدود وكل المسؤولين اللبنانيين بهمهم ترسيم الحدود وبهمنا كمان أنه نفتش عن غاز عن غاز بالمتوسط بحدودنا الإقليمية طبعا نعم ولكن هناك عقبات في هذا الملف هل هناك من مواقف لما سموها من قبل الولايات المتحدة لدعم الطرفين لدعم التوصل بالفعل إلى تفاهم حول هذا الموضوع؟ طبعا هل ذكرتوا أن الخارجية ستحاول تسريع التفاوض أو تسريع الرحلات المكوكية من أجل الوصول إلى اتفاق؟ وهناك اتفاق لبناني أنه يصير في اتفاق واللبنانيين كلهم يهمنا أو الدولة اللبنانية يهمنا أن يصير في اتفاق بأسرع وقت ممكن نعم فيما يتعلق بالجارة سوريا وقانون قيصر الذي يفرد الكثير من العقوبات الاقتصادية عليها هل لبنان هو مستثنى من هكذا قانون؟ طبعا لبنان يقال لنا أنه مستثنى لكن إذا تعاملنا مع سوريا نحن مثل قضية جر الكهرباء من الأردن أو الغاز من مصر نحن بحاجة لعفو عن استعمال هذه العقوبات ضد لبنان أو ضد الأردن أو ضد مصر نعم بأي شكل؟ بشكل أنه اليوم مثلا مصر عندها كثير غاز بدت بيعه دوليا لكن إذا الغاز اللي بترسل للبنان حيكون في عقوبات لا بدت تعمل هذه الأشياء ونحن نفهمها فلذلك نسعى أن هذه العقوبات يحفى لبنان والإجراءات لأن هذه الغاز المصري والكهرباء الأردنية ستمر بسوريا للمجيء إلى لبنان فلذلك هناك دراسة تأخذ وقت أكثر من لزوم من أجل أن نحفى من هذه العقوبات هل وعدتم خيرا فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ وعدنا بالعمل من أجل ذلك من دون خير من دون تحديد مدة زمنية فيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين هل من موقف معين يصدر من خلال مباحثاتكم مع الجانب الأمريكي كيف يتعلق بهذه الجزئية ووضع اللاجئين السوريين؟ وربما الضغط الذي يتحمله لبنان نتيجة لذلك؟ اتكلمت مع المسؤولين هنا واتكلمت كمان من قبل أسبوع ببريكسل مع المسؤولين الأوروبيين أن نحن النازحين صار لهم في لبنان نحن عشر سنة ومن دون ما يكون في خارط الطريق رودماب الوين وصلين تصبح قضية مساعدة النازحين مثل أنروة هل الغرب الذي يمول هذه المساعدات للنازحين يريد أنروة ثاني؟ لأنه لا يوجد طريق أبداً لا يوجد خارط الطريق لنهاية هذه القضايا واليوم الحالي بسوريا الأمنية والإقتصادية أحسن من الحالي بلبنان لذلك نحن لا نريد أموال إضافية إنما نريد أن يسمح أو يشجع السوريين للعودة إلى سوريا خاصة أن المليون ونصف الموجودين في لبنان ليسوا لاجئين سياسيين طبعا بعض منهم لاجئين سياسيين لكن الأقصرية الساحقة منهم ليسوا لاجئين سياسيين ما هي أبرز المعالم الرئيسية في خارط الطريق التي ربما تتمنونها؟ هذه المفاوضات مع النظام السوري لأن هذا النظام باقن باقن بقوته باقن بقوة بمساعدة روسية ومساعدة إيرانية فلذلك أنه لأي متى سنبقى لذلك ليس هناك أي خطة لتغيير هذه السياسة السياسة. المهم فيها أن نعرف نحن ما سيحدث. إذا لم يكن لديهم أي شيء. يسمحون أننا لا نستطيع أن نتقبل وجود الدزعي السوريين في لبنان. نعم. دكتور. هل كان من خلال المباحثات حديث عن إمكانية وساطة لبنانية فيما يتعلق بإطلاق صراح الرهائن الأمريكيين في سوريا؟ اللواء عباس إبراهيم كان هنا وتحدث مع المسؤولين. وهو يقوم بتعرف زيارات لا سوريا ولا غير سوريا. فلذلك لم ألتقي به بعد محجزاته. لا أعرف عن الموضوع. لكن هناك مسعى. نعم. شكرا جزيلا لك. وزير الخارجية الإبناني دكتور عبدالله أبو حبيب. شكرا لك.